أنمات المدرسة العراقية نعم أنا ما أريد أن أفهم كثير حاجات اليوم أنت كأستاذ في علم الموسيقى ممكن تقول لي إيش المدرس الموجودة في الوطن العربي على مستوى العود في المدرسة العود فيه ثلاث مدارس المدرسة العراقية والمدرسة التركية والمدرسة الشرقية الشرقية ضم دول مصر وسوريا وضم الدول العربية الأخرى استقلال المدرسة العراقية عن المدرسة الشرقية بدأ من بداية القرن العشرين على يد الشريف محددين حيدر المهم في الاختلاف أن المدرسة الشرقية بقد تعتمد على الطرق بمعنى نتخليها تكون توضيحية مثلا المدرسة الشرقية تعتمد على هذا الجمل التي تعتبر القفلات التي ورها جمهور صح الله أو صفق أو يعني فيها نوع من النشوة الآنية اللي هي نفسه رأسا الجمهور صح الله وهذه الأجواء اللي تواجدت في الشرق كثير في المدرسة التركية يعتمدون على طريق التي يسموها الريشة المقلوبة الريشة المقلوبة تطلع وتنزل وتضرب الوتار وهذه الطريقة مثلا موسيقى جو في شوي من التصور وفي هذه الروحانية العالية هذه طريقة المدرسة مثال مثلا من المدرسة التركية المدرسة العراقية اعتمدت أخذت من الشرقية وأخذت من التركية وصهرتها بطريقة علمنا تخلت العلم يدخل في هذا الجانب هذه الموسيقات اعتمدت على الروح واعتمدت على القرب على مداعبة الحواس البرانية أما الموسيقى العراقية فيها تأمل ليس الموسيقى طريقة العازف في المدرسة العراقية فيها التكنيك فيها الرؤية القطع فيها كلها مضامين وأفكار وأسماء وإلها مواضيعها وبنفس الوقت فيها التكنيك عالي وفيها روح العالية وما يقدر أي عازف يتميز داخل المدرسة العراقية لأنه صعب أمامه جميل بشير قبل جميل أستاذهم الشريف محددين حيدر جميل بشير سلمان شكر الأستاذ سلمان شكر والأستاذ مونير بشير ثم علي الإمام ثم سالم عبد الكريم ثم معتزم محمد صالح أساتذة كلهم مهمين بالعود فلما يجي واحد يخرج وسط هدولة يلزم يلمب لثلاث مدارس هذه ويستوعب العازفين الموجودين في المدرسة العراقية ويتميز ويتميز يلزم سنين يعني أنا ما ظهرت على المسرح من وصلة بغداد من مدينتي وصلت 82 إلى 86 يلا قدمت أول حفل منفرد 85 أو آخر 85 86 بديت أقدم العروض المنفردة بديت أقدم مشروع جديد في العود في ذاك الحفل الأول قالوا النقاد ومنهم سعادة هرمزي أمد الله في عمره يعني من النقاد المهمين قال بزغ نجم جديد في سماء الموسيقى العراقية من ذاك التاريخ بديت أنا أتحمل مسؤولية أنه يجب أن أشتغل لأنه أمامي أسماء مهمة جدا وكبيرة وحتى أكون بيناتهم خط جديد ونجم جديد في هذا السماء كما يقولون يجب أن أبدوا الجهد استثنائي حتى عليهم طيب طريقة العصف العراقية كيف؟ يعني أعطعتني يعني مثلا التكنيك اللي أنت تحكي عنها يعني كيف؟ التكنيك شون يضمنوه ضمن الجملة الروحانية مثلا ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة